اهلا وسهلا بكم في محاضرة جديدة من دورة برمجة المواقع العليكترونية طبعا في المحاضرة السابقة وصلنا الى طبعا الروابط الانكر وتعلمنا طبعا البرغراف والرؤوس اللي هنا ال H1 والH2 والH3 ووصولا الى ال H6 في هذه المحاضرة رح نركز على موضوع مهم جدا 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 اللي هو الصور طبعا موضوع صور سهل جدا ولكن يجب الانتباه لان في بعض الاحيان خطاءات بسيطة ممكن انه تلغي عرض الصورة وبالتالي تلغي كيان الصورة باكملها الصور اللي هي الامج وسم فردي وليس زوجي واختصار الامج IMG يعني اجي هنا اضيف IMG والغي الوسم ولكن الافضل انه قبل ما الغي الوسم اضيف خط النهاية يعني هنا عدنا وسم بداية وعدنا وسم نهاية بالوسم النهاية وجد خط مائل هنا ما عدنا وسم نهاية هو نفس الوسم ونفسه بداية ولكن نفسه نهاية فنضيف الخط المائل قبل الاغلاق طبعا هذا يسمى وسم فردي طيب الامج لديه عدة عناصر من ضمن العناصر اللي هو SRC اللي هو السورس شون يعني سورس يعني انا اجيت هنا انا ضفت امج لما اجيت كونترول اس اجي اللي هنا احدث اذا اجي اسور الفرش ما راح يضيف لي اي صورة طيب ما السبب سبب انه انا قتلى ضيف لي صورة بس شنية هاي الصورة يعني من طيته من طيته مكونات هاي الصورة يعني يعني اجيت هنا انا انا وقتلى يا با ضيف لي اتش ون وقتلى اتش كونترول اس حفظ اجيت هنا انا سويت رفرش ما طلع لشي ليش يعني هذا الاشوان فارغ ما كتبت لي شي يعني لازم المفروض اكتب له فتنص معين مثلا بها اوورد اذا اجي هنا انا اسور افرش راح يطلع عنا بها اوورد بنفس الطريقة انا اجيت هنا انا قتلى اضيف لي صورة بس هاي الصورة فارغة ما كتبت بيها مكونات طيب شنه هاي المكونات المكونات اللي هي السر سي السر سي يعني سورس شون تكتب السورس طبعا اخلي سبيس واكتب اس ار سي بنفس الطريقة يساوي شف تطاق مرتين اللي كتبنا بيها الرابط طيب اهنانا بهذا المكان اضيف مكان الصورة طيب شنه هو مكان الصورة انا عندي اهنانا هذا الملف اللي هو مجلد اله تي ام او هذا هو مجلد اله تي ام او افتح مجلد اله تي ام او راح القى بيه الملف الرئيسي ورح القى بيه صورتين انا اضفتين هسه جديدات بما انه الصور بنفس مكان الملف يعني هذا الملف والصور بداخل مجلد واحد فاجي اكتب اسم الصورة وامتدادها بشكل مباشر يعني مثلا اريد اضيف هذه الصورة اللي هي شنه اسمها اسمها اوفيس دوت جي بي جي جي اللي هو الامتداد طبعا اكو اختلاف اكو جي بي جي اكو بي ان جي اكو تي اي اف اكو مثلا جي اي اف وهكذا فلازم اضيف الاسم والامتداد اللي هو مثلا اوفيس دوت جي بي جي نجي احنا انا نضيف اه راح يكون اوفيس دبل اف اي اس اي اوفيس دوت جي بي جي وطبعا احفظ اسم الصورة اضيفة بالاس ارسي يعني السورس يعني المصدر طيب بعد ما كتبنا الاسم راح نحفظ بس راح اراويكم الخطأ راح اجي هنا انا اسوي رفرش راح لاحظ ان الصورة متنعرض السبب انه انا اجيت كتبت الامتداد بشكل خاطئ يعني هنا انا اوفيس دوت جي بي جي طبعا هنا بكان ما اي هو اي اذا نجي اللي هنا نلاحظ اسم الصورة اللي هو اي وليس اي او دبل اف اي سي اي فلابد انه اكتب العنوان بشكل صحيح جدا احفظ كونترول اس ونجي اللي هنا نسوي رفرش راح لاحظ ان الصورة راح تظهر ممتاز جدا طيب راح اضيف صورة اخرى طبعا نجي الى اي ام جي اي عفوا نجي نغلق وطبعا قبل الاغلاق خط مائل هنا انا طبعا لابد انه سبيس ونكتب اس ار سي طبعا ممكن اضغط على تاب هو يضيف لي البقية هو يكمل لي ممكن يعني اكمله احضيف صورة اخرى هذه مثلا الصورة اللي هي لوغو دوت بي ان جي طبعا الامتداد ضروري جدا قلنا بي ان جي جي بي جي وهكذا واحد جي اضيف هذه الصورة راح تكون لوغو دوت بي ان جي كنترول اس ورح نجي نسوي رفرش راح نلاحظ انه هذه هي الصورة طبعا كلش كبيرة لان هذه الصورة دقتها عالية جدا حجمها كبير طيب بالسي اس اس راح نتعلم كيف تصغير الحجم وشون ننسق هذه الصورة بالتفصيل ان شاء الله طيب هذه في حال لو كان انه الصور بنفس مكان الملف اللي اشتهام او طيب لو كان الصور بملف اخر مثلا هذا الملف اسمه امج وهذه الصور موجودة بهذا الملف طبعا هو هذا الصحيح يعني ما يصير احنا نخلي الصور بنفس الملفات يعني ملفات الاشتيام او بكون واحد ملفات سي اس اس واحد ملفات جافا سي كرابت واحد ملفات الصور واحد وهكذا لا بد انه نفصلهم بملفات طيب هنانا الصور مو بنفس الملف اللي موجود بيه الاشتيام او بملف الرئيسي وهنا بملف اخر الصور طبعا اذا اجي هنا انا اسوره فرش راح يختفن الصور ليش لان الرابط هذا اصبح غير موجود يعني انا قلت له هنانا بنفس الملف اكو عدي صورة اوفيس دوت جي بي جي وبنفس الملف لوغو دوت بي ان جي راح نجي هنانا بنفس الملف منلقى بس هذا فقط اما هذا هو ملف اخر معزول تماما طيب كيف اظهر الصور لابد انه اكتب اسم الملف ومن ثم الصور يعني لابد اول مرة ادخل للملف فاجي هنا انا اكتب آي ام جي سلاش وهنانا ا ام جي سلاش اكتب بها هنا ايضا بها وسلاش بها يعني معناه اقل للمتصفح ادخلي الى الملف بها راح تلقى الصورة الصورة شنو اسمها اكتب اسمها وامتدادها فهنا راح يجي يدخل للملف بها ويكتب الصورة ومن ثم الامتداد يدخل الى الملف بها يكتب الصورة ومن ثم الامتداد راح نحفظ ونجي الى المتصفح ومن ثم راح نشاهد ان الصور مفتوحة بشكل مباشر لو كان بداخل هنا بداخل الملف الرئيسي ملف اسمه بها وبداخل الملف بها ملف اسمه image رح نجي الى هذه الصور هنا هذه الصور ورح نخليها بداخل الامج اذا لاحظ ونجي هنا للكود وطبعا نسوي ورفرش رح نلاحظ الصور اختفن طيب ليش احنا قلنا لها ادخل الملف بها رح تلقى الصور هو اجي هنانا دخل الملف بها ما لقى الصور سممكن واحد يسأل يقول مو صور موجودات الصور ما موجودات بداخل الملف موجودات بملف اخر بداخل بها طيب لازم نكتب اسم الملف الاخر ايضا فاش راح يصير راح يصير بها slash وهنوبة نكتب slash نكتب img slash يعني نقول لها ادخل للملف بها يعني طبعا هنانا ندلي المتصفح انه ادخل الى بها ومن ثم ادخل الى الملف image ومن ثم راح تلقى الصور واعرض لنا فنجي هنانا بها ونكتب img slash بها img slash راح يلقى الصور اذا نجي نتأكد اذا نجي نتأكد راح نجي الى بها ونجي الى image ونجي الى الصور راح نشوفهم جاهزات بشكل مباشر نجي control s ونشاهد انه ممتاز جدا والصور نعرضا طبعا في الغالب يعني هاني انصح احنا لا رد نعود نفسنا على الشي الصحيح طيب هنانا نضيف مجلد هذا المجلد نسميه img دائما مجلد وبداخل المجلد نضيف الصور مثلا راح نختار الصور مثلا هذي الصورة راح نضيفها يعني نجي اللي هنانا الملف الرئيسي نضيف image وهنانا عندنا هذه الصورة طيب ملاحظة اخيرة لابد انه الصور يكون اسمهم بالانجليزي الافضل انه يكون بالانجليزي فنجي هنا نسميها اذا كانت عربية نسميها بالانجليزي مثلا راح نسميها word مثلا ويبقى الامتداد .jpg نفس الامتداد الخاص بالصورة راح نحفظها طبعا هذه راح نعيدها هنا بشكل اخير وبهذه الطريقة نضيف image اللي هي img اغلق ال الوسم وهنا راح اخلي space واكتب src طبعا قلنا ذا نضغط على tab المفتاح tab هو راح يكمل لي راح اجي اكتب اسم المجلد اللي هو img طبعا هذا المجلد ومن ثم slash خط مائل اللي هو واكتب اسم الصورة مع الامتداد راح اكتب اسم المجلد image وخط مائل واكتب مثلا اللي هي اسم الصورة word dot j p g ctrl s طبعا نشوف الصورة الصورة ممتازة وطبعا اذا لاحظ عندنا العنوان مع النص اللي هو الparagraph مع الصورة طيب ممكن واحد يستر يقول زيان لازم انه انا اخلي image لا مو ممكن اي صورة عادي كلش انه تخلي الاسم اللي انت يناسبك ولكن الماشي بين المصممين يعني انت لو برمجت موقع وهذا الموقع بعته بمبلغ معين لشخص اخر يعرف انه ملف الimage بصور انت لو مسمي مثلا علي او مسمي محمد او اي اسم اخر فما رح يعرف انه هذا الملف هو خاص بالصور فالاسم المتعرف عليه اسم img او image فضروري انه نلتزم بالامور اللي هي المتعرف عليها عالميا طبعا واجب هذه المحاضرة هو كتابة الاسم الثلاثي مع نبذة تعريفية عن الشخص مع اضافة صورة طبعا الصورة ممكن تكون اليش صورة شخصية ممكن انه اذا كان متحفظ على عرض صورته ممكن انه يضيف صورة رمزية يعني بهذا الشكل الاسم الثلاثي شرح تفصيلي او مختصر cv والصورة الشخصية نلتقيكم في المحاضرة القادمة باذنه تعالى